المخدرات من أسوأ الحاجات اللي بتحدد حياة الإنسان في كل حتة في العالم مفيش مكان في العالم كله مفوش مخدرات فبحسب منظمة الصحة العالمية ف2019 بس كان فيه 600 ألف حالة وفاة بسبب إدمان المخدرات ودي له وفيات لوحدها بس احنا هنا بنتكلم عن المدمنين بشكل عام ففي تقرير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وقال إن في سنة 2020 كان فيه حوالي 284 مليون شخص عمرهما بين 15 إلى 64 سنة كانوا كلهم بتعطوا مخدرات وقال كمان إن حوالي 11.2 مليون شخص بتعطوا المخدرات عن طريق الحقن بس مش بس كده ده كمان نص الرقم ده اللي هو حوالي 5.6 مليون شخص جالهم فيروس سي بسبب المشاركة والتخميس في الحقن أثناء تعاطي المخدرات وحوالي 1.4 مليون شخص تصاب فيروس الإيدز أو نقص المناعة البشرية المكتسبة وخد عندك بقى كمان إن حوالي 1.2 مليون شخص مصاب الاتنين مع بعض بفيروس الإيدز وفيروس سي وحيسيب لها كل الأرقام والمصادر تحت الفيديو فبعد النجاح الحلقة اللي فاتت ناس كتير طلبت مني في الكومنتات إن أعمل منها أجزاء تانية وأتكلم عن أخطر المخدرات في العالم فالنهاردة هنتكلم عن 5 مخدرات أسوأ بكتير جدا من مخدرات الحلقة اللي فاتت تابع معنا بعد الفصل أهلا بكم في حلقة جديدة من فرماستان طبعا من باب المنطق والعقل عشان أعرف أحل أي مشكلة بتواجهني أني لازم أعرف السبب اللي بيخليها تحصل فالسؤال اللي بيترح نفسه للمرة التانية يا ترى ليه الناس أصلا ممكن تتعطى المخدرات زي ما ذكرنا في الحلقة اللي فاتت إن كان فيها عوامل اجتماعية ممكن تخلي الشخص يتعطى المخدرات حنقول النهاردة كمان العوامل النفسية زي ضعف الشخصية عدم القدرة على مواجهة المشكلات والضغوطات النفسية فمنلاقي الشخص هنا بيبدأ أنه والجأ لمخدرات وغيرها كنوع من الهروب من الواقع ومن ضمن العوامل كمان هي حب اللي استطلعها أنا عايز أعرف الناس دي بتشرب مخدرات ليه يا ترى إيه المميز فيها أصلا وطبعا أنت عارف أن طريق الإدمان دايما بيبدأ بتجربة واحدة زي ما الفنان أمير عيد ألنامي السيف الخير لما قال لك قبل كده سجارة جابت جوان وجوان جاب حباية وحباية جابت شريط وانتهت الحكاية غير كده كمان فيها عوامل تانية كتير ممكن تخليك تتعاطي المخدرات زي الحالة الاقتصادية الفقر الجهل وطبعا الفقر مش دايما بيكون سبب في كل الحالات بأن المخدرات منتشرة بين كل الطبقات الاجتماعية طيب هل الأسباب اللي قلنا عليها دي ممكن تكون مبرارات لتعاطي المخدرات طبعا لا بأن ظاهرة إدمان المخدرات كانت ولزالت من أكبر المشاكل اللي بتأثر على العالم فمنلاقي عدد المخدرات المنتشر كل يوم بيزيد عن اللي قبله فبالتبعية منلاقي أن عدد الجرائم اللي بيكون لها علاقة بالمخدرات بتزيد يوم عن يوم كذلك برضو عدد الوفيات بجرعات زيدة من المخدرات بتكون في زيادة مستمرة فبالرغم من التقدم اللي العالم بيوصله كل يوم في الطب والتكنولوجيا والبحث العلمي إلا أن مشكلة المخدرات لازالت موجودة وكل يوم بتزيد عن اللي يوم اللي قبله فدلوقت إحنا جايب نتكلم عن خمس مخدرات من الأسواق في العالم كده كده مفيش مخدرات حلوة بس دول من أخطر المخدرات وأسواقهم على الإطلاق لأن فيه كمان بعض المخدرات منهم ما بيكونش لها أي ميزة بتكون كلها عبارة عن أضرار بس يعني حتى مش بيحسك بالسعادة بس قبل ما نبدأ حابب أن أقوه إن محتوى الحلقة بتاعتنا بيركز على الأثار السلبية اللي ممكن تسببها المخدرات بحيث إنك تكون وعي أكتر وما تقرفش أبدا من طريق الإدمان بأي شكل فيديت محدش يحاول يقرب من المخدرات دي سواء كان على سبل التجربة أو الفضولة نبدأ بأول مخدر معنا في المركز الخامس وهو مخدر الكيتامين الكيتامين بينتمي العلم من المخدرات اسمها المخدرات الفصامية أو دي السشيات في دراكزة فبيخلوا عندك حالة من التغدير الإنفصامي يعني إيه؟ الموضوع هنا باختصار إنك بتعتبر نفسك صاحي وبتتنفس عادي بس إنت متخدر وجسمك كله مش قدر يتحركك يعني جسمك مش بيستجيب لمؤثرات الحسية كأنك بالضبط واخد بنجة فبيتالي نقدر نستخدمه كمخدر قبل لعملات الجراحية وبالفعل كانت النتاج المبدئية لما تم استخدامه كانت مبشرة جدا فأخذ الموافقة على الاستخدام ونزل السوق سنة 1970 تحت مسمى كتلار والكيتامين في الأصل كان معمول كبديل لمخدر تاني هنتكلم عليه قدام شوية ومع الوقت بدأ إظهر أعراض جانبية للكيتامين سواء كانت جسدية أو نفسية وطبعا ده قلل من استخدامه شكل كبير ودخل بعدها في جدوة المخدرات وبدأنا فصل جديد في تعاطي الكيتامين وبيعه شكل غير شرعي الكيتامين دايما بيكون في شكل مسحوق أبيض بيتم تعطيه عن طريق الحقنة أو الشم أو البلع كأراسة تأثيره بيفضل في الجسم من حوالي 45 دقيقة ل90 دقيقة ولما الشخص بياخد منه جرعة بيتفصل تماما عن الواقع وده بيكون عن طريق أنه بيقطع مسارات الترابط في المخ كأنك بالضبط جوه حلم بيتسمع أصوات أغرب وساعات بتشوف الحاجة اللي قدامك اتنين وكل ده وانت متكتف مكانك مش قادر تعمل أي حاجة أحيانا كتير بيعمل ضعف في الزاكرة لأنه بيعطى لمستقبلات الجيلوتاميتة ومع جرعات الزيادة بيدخلك في غيبوبة وبتتكل على اللابة موتة ولو ما موتش فانت بالفعل بتشوف الموت بأي نكة لأن الأحاسيس اللي زي كده بيسموها تجارب الاقتراب من الموتة حين بتعتبر روحك بتنفصل عن جسمك تماماً فأحياناً بتحس بتشنجات عنيفة وطبعاً ده ممكن يسبب لك فشل في عملية التنفس أو respirator depression وده من أكتر أسباب المنتشر للوفاء من تعطي الكتامين وبسبب كده فالمتعاطي برضه بيموت فحنلاقي أن حوالي 2 مليون و300 ألف شاب في أمريكا تعطى الكتامين على الأقل مرة واحدة في حياته والإحصائية ده بمناسبة كانت سنة 2013 يعني من 10 سنين وطبعاً كعادة أي مخدر فطبيعي نلاقي دافع الجرائم يزيد بعد تقارير وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية أو D.E.A بتقول أن في بعض السادلات البيطرية اتسرق منها الكتامين بشكل مش طبيعي لأن الكتامين برضه بيستخدم شكل بيطري كمخدر اللي حيواناته فأكيد أغلبنا بيشوف في الأفلام اللي ممكن يحصل فيها حالات اعتداء جنسي إن الشخص بيحط للبنت في العصير مادة بتخدرها فالكتامين برضه من الحاجات اللي بيتم استخدامها في الكلام ده فحنلاقي إن هو بيخلي الضحايا فقدة للذاكرة والحركة مع بعض يعني القادرة تقوم ولا تقوم ولا تعمل أي حاجة بس قبل ما نكمل حلقتنا النهاردة حابين ندعي لإخواتنا في غزة إن ربنا معهم ينصرهم ويخرجوا من المحنة دي على خير وعشان كده موقع عرب ثيرابي خلى الجلسات النفسية كلها مجاناً لأهل الضحايا في غزة والأي حد عايش في غزة قادر إن هو يتصل بالإنترنت وعرب ثيرابي هو موقع عامل دكتور عربي عايش في ألمانيا هو زملائه عشان تقدر من خلاله إنك تتواصل مع أفضل لأطباء والخصائيين النفسيين في الوطن العربي والجلسات النفسية بتكون أونلاين تقدر تعملها في أي وقت وفي أي مكان بالصوت والصورة في سرية تمة في حالياً في أسعار خاصة لأي حد عايش في مصر بأرخص سعر ممكنة أما بقى لو أنت عايش برى مصر فتقدر تستخدم برومو كود فرمستان 15 وعتاخد خصمة 15% على جميع الجلسات جربوه دلوقتي ومستن رأيكم يلا بنا نكمل نيجي بقى بعدها للمركز الرابع اللي ممكن نسميه أسوق بينجي في التاريخ والمادة دي منسميها بي سي بي أو فينساكليدينا المخدر ده برضو بينتمي لعائلة المخدرات الإنفصامية فاكر الكتامين اللي لسه متكلمين عليهم شوية أو الكتامين ده تعمل عشان يكون بديل آمن لمادة البي سي بي أو الفينساكليدينا تم تطوير وإنتاج مادة بي سي بي سنة 1950 عن طريق شركة أمريكية اسمها بارك دافيس واللي استحوزت عليها فيما بعد شركة فايزر عشان يستخدم كمخدر باسم سيرنايل لكن مع الوقت المخدر ده توقف تماما بسبب أعراضه الجنبية الخطيرة اللي كان بيسببها واكتصر استخدامه بس على الحيوانات وحتى استخدامه على الحيوانات قلب شكل كبير لأن بعدها فترة نزل الكتامين أو الكتالارة وده كان أعراضه الجنبية قلب كتير من البي سي بي الفينساكليدين كقوة وفعالية هو أقوى عشر أضعاف من الكتامين فطبعا كان بيسبب أعراض جنبية شديدة جدا فمشكلة البي سي بي ده هوت مش إنه هو بس مخدر بيفسلك عن الواقع بقى ده كمان بيرتبط بأكتر من نوع من المستقبلات في الجسم يعني خد عندك مثلا بيقفل مستقبلات في الجسم اسمها ودي مسؤول عن حاجات مهمة في الجسم زي الذاكرة والعاطفة والمشاعر والألم فبمجرد ما تاخد البي سي بي هيدرب لك كل الوظائف دي أما بقى بالنسبة لتأثيره وبسيط في إنه هو بيديك بعض السعادة وده لإنه ببساطة بيرتبط بمستقبلات الدوبامين بغير إنه هو كمان بيرتبط بمستقبلات الأوبيويتس أو مستقبلات الأفيونية ودي المستقبلات اللي بيرتبط بيها الأدوية لمنعات المورفينات زي المورفين والهيروين والترامدول البي سي بي بيتم التناوله كمسحوق أبيضة بيتاخد عن طريق الشام أو الحقنة أو التدخينة وفي حالة التدخين بيكون مرعا سائل بيترشع للحشيش وغيره وفعلا في أمريكا رصدوا حوالي 24% من عينات المريوانا اللي في الشارع كانت مخشوشة بمادة البي سي بي وفي الجرعات العالية منه بيفصلك تماما عن الواقع كإنك متخضر بيعمل لك هلاوس بقى مختلف أنواعها وأشكالها مع اضطرابات نفسية صعبة جدا زي البرانوية وده بسبب لك كمان ميول انتحارية عنيفة جدا وقاذى نفسي مش طبيعي وده بسبب المشاكل اللي بيسببها في الإدراك والوعي والتفكير أما بقى في الجرعات العالية جدا بيعمل فشل كلوي وبيسبب تشنوجات أو يدخلك في غيبوبة توصل بك للموت في أسرع وقت البي سي بي كان ليه اسماء كتير زي حاجة اسماء أنجل داست أو طراب الملايكة وكانوا بيسموه كمان روكت فيول أو وقود الصواريخ وكمان كانوا بيسموه حبة السلام أو بي سبيل ومية في المية خلال الفترة ما بين 2005 إلى 2011 زي ما هو واضح كده في الشكل اللي قدامك فالمشكلة هنا بقى مش إن المريض بينفصل عن الواقع وبسه دا بيحس كمان إن هو انفصل عن جسمه فالحاجات دي خلت المتعاطي يفكر ألف مرة قبل ما يقرب من البي سي بي ما وبالعقل كده أنا رايح أشرب مخدرات عشان أبسط مش عشان أموت فده قلل من استخدام البي سي بي بشكل كبير جدا من المتعاطيين وزي ما قلنا من شوية إن البي سي بي بيكون أقوى من الكاتامين حوالي عشرة مرات فطبعا دماغي المضمن حتخليه روح يشوف حاجات أمان عن كده يعني بدل ما يجرب البي سي بي يشوف حاجات تانية أخفة بس للأسف الشديد أنت تتعامل مع تجار مخدرات يعني كلمة أمان دي كلمة محزوفة من عندهما فمنلاقي إن التجار دول بيغشوا المخدرات اللي نقدر نوضع عليها النهاية ضعيفة مع حاجات تانية أقوى عشانها متعاطية يجيبوا الصنف ويقول لك الله ده صنف عالي قوي مع أصل العقل كده تجري المخدرات ده ما هواش واحد ضميره بيقنح عليه يعني بالآخر كده الاستخدام الحالي للبي سي بي في العالم بيكون عن طريق إن التجار المخدرات بيغشوا بيه المخدرات التانية نيجي بقى للمركز التالت واحد من أبشع المخدرات اللي ممكن تسمع عنها مخدر الزومبي اللي اسمه الفلكة الفلكة هو منشط قوي جداً للجهاز العصب المركزي ومشطق من مركب اسمه كاثينونة فتم اكتشاف الفلكة أو اللي منسميها ألفا بي في بي سنة 1963 وبعدها بدأت الدراسات عليه لحد ما بدأ إنزل أسواق سنة 2013 وبدأ بالتدريج إنه انتشر في دول كتير في العالم زي أمريكا وأغلب دول أوروبا وفي سنة 2014 دخلت أدوة مخدرات الأول بسبب سوق الاستخدام لكنه سعيدها بدأ في الانتشار بشكل غير شرائي والكلام ده حصل عن طريق التهريب تحديداً من الصين كان بيتباع بسعر رخيص جداً حوالي خمسة دولار بسة فزي ما قلنا من شوية إن الفلكة بينتمل علية المنشطات فبيعمل حالة نشاطه وهيبارة غير عادية للجسم والجهاز العصبي ارتفاع شديد جداً في ضربات القلب هلاوة السمعية وبصرية إحساس مش طبيعي بيجدون العظمة وبيسبب لك سلوك عدواني عنيف جداً ممكن يوصل بك للقتل وارتكاب أبشع الجرائم وكمان ممكن يخليك تأذي نفسك أو تنتحق والحالة دي بيسموها أو الهذيان المفرطة ده غير إن في الجرعات العالية منه بيرفع عدارك تحرارة الجسم بشكل كبير جداً ممكن تؤدي لطلب عضاء الجسم الداخلية يعني بيعمل فشل كلوي وكابدي وممكن كمان يؤدي بك للعفاة الفكرة بقى إن الهايبارة اللي بيعملها الفلكة بتكون أسرع بكتير جداً من الميتامفيتامين أو اللي من سميه شابو وبيكون أشد فعالياً لكوكايين والأمفيتامين فالفلكة لما بدأ في الانتشار في الشوارع اتعرف باسم مخدر الزومبي وده لإنه حرفياً بيحاول تصرفات المتعاطي لزومبي بالفعل بس للأسف مش حارف أعرض لك المشاهد اللي ممكن تخلي الإنسان يتحول لزومبي لأن أنا قبل كده لما عرضتها في الحلقة الأصلية بتاعت الفلكة عملت لنا مشاكل والحلقة باقت تلاصئتين فلو حابلت تشوف مشاهد المتعاطيين اللي هم بيقيموا على الناس كأنهم زي الزومبي تقدر تشوف الحلقة من اللينك اللي هيظهر لك في استطلاع رأي تعمل سنة 2019 على المراقين الأمريكيين ولقوا إن حوالي واحد في المية منهم تعاطى الفلكة عن عمدة وفي سنة 2015 في مية وخمسة حالة وفاة ماتت بسبب الفلكة بجرعات سمة ودي طبعاً كانت الأرقام الرسمية اللي بتروح للمستشفى وتسجل هناك وما خافية كان أعظم فيه قصص كتير تخوف ارتبطت بالموضوع الفلكة فمن القصص دي فيه حادثة حصلت سنة 2015 الشرطة حاولت تقبض على شخص أخذ جرعة زيادة من الفلكة وحصلت عنده حالة إنها يبرع العنف خلته يكسر عفش البيت بتاعه وفضل يضرب دماغه في الحيطة لحد ما ماته ولما الشرطة وصلت البيت لقيت الراجل ده عبارة عن جثة غرقنا في دمها وفيه قصة تانية حصلت في مصر سنة 2017 لما كان فيه مواطن أفريقي في القاهرة في منطقة التجمع الثالثة الراجل ده كان متعاطل للفلكة ولقى ثلاث أولاد بيعابوا في الشارع طلب من واحد منهم إن هو يباصيل الكورة ومرضيشة راح مسكوا من رائبته وعضوا من منتهى الوحشية والله لتدخل الناس كان الوات ده مات فالحمد لله إن الفلكة حالية من الحاجات الغير منتشرة بسبب المصايب اللي بتسببها أما بقى في المركز الثاني مخدر أعلى بكتير جدا من الفلكة في البشاعة مخدر التمساح أو اللي ممكن نسميه كروكوديل مش كروكوديل مخدر ديسومورفن اللي معروف باسم كروكوديل تم تصنيعه الأول مرة سنة 1932 في أمريكا لأنهم لقى على التجارب اللي عملوها على الفران إن هو بيسبب عرارات جانبية أقال بكتير من المورفين تحديدا في الجزء بتاع الغثيان والقيق اللي كان بيحصل وسبوه في السوق حوالي 6 سنين بس وبعدها على طول دخلوا جدوى المخدرات وده بسبب الأضرار الشديدة اللي كان بيسببها بعدها بدأ انتشر بشكل كبير جدا في روسيا أو سويسرا كمسكن للألم الشديدة لكن بعدها برضو فترة اتحط في جدوى المخدرات فنيجي بقى لسنة 2003 رجع فيها المرة دي بس مش كدوى رجع كمخدر بيتبع في الشوارع وساعتها كان بيتبعها تحت اسم كروكوديل كبدير رخيص لهيروين وأقوى منه بكتير كمان فزي ما قلنا من شوية المخدر ده اسمه ديسومورفن يعني جاية من كلمة مورفين يعني هو من مشتقات الأفيون لكنه أقوى من المورفين حوالي عشر مرات بيزودو له بعض المواد الغريبة عشان يزودوا من تأثيره زي حمض الهيدركلوريك والجازولين والأيودين فالإحساب بتقول إن في سنة 2011 في روسيا تعطاه حوالي مئة ألف شخصة وفي أوكرانيا هي كمان تعطاه حوالي عشرين ألف وواحد ففي سنة 2011 الشرطة الروسية ضبطت حوالي خمسة وستين مليون جرعم لكروكوديل في روسيا بس الثانية واحدة كده هما ليه أصلاً بيسموه كروكوديل؟ إيه الاسم العجيب ده؟ لأن الشخص أول ما تعطاه جلده بيبدأ يتحول لللون الأخضر زي التمساح بالزبط اللي هو الأخضر الغامق ده مش كده بس إن كمان تعطي الكروكوديل عمد القريب أو البعيد بيعمل أعراض جانبية صعبة جداً فمش هقول لك إنه بيعمل كئ وغثيان وارتفاع في ضربات القلب وانخفات في ضغط الدم والحاجات الأديمة دي ده بيعمل تأشير لطبقات الجلد الخارجية وبيعمل كرح مؤلمة وصعبة جداً وطبعاً مش هينفي عواليك صورها لإن الصور بشع جداً ممكن تسبب لنا مشاكل أو ممكن تسبب في مسح الفيديو فحب أقول لك إن إنت لو قلبك جامد اكتب كلمة كروكوديل في جوجل وشوف الصور اللي هتطلع لك هتبقى عاملة إزاي وده طبعاً لإن الكروكوديل بيتصنع بطرق غير شرعية مفيش حاجة اسمها تعقيم فيش حاجة اسمها ستاندردس كل حاجة بيحطوها كده بالحب وبالبركة الفكرة كمان إن هو مش بيكتافي بتأشير الجلد والقرح إنه كمان بيدخل على اللحم والعضلات والعزم والمفاصلة وطبعاً لو شفت الحلقة اللي عملناها قبل كده اللي كانت بعنوان لعنة التمسيح معلش ما قدرت شكت بالإسم نفسه حتلاقي إن إحنا في أول الحلقة كنا بنتكلم عن بنت كانت بتاخد الكروكوديل ولما أبوها ضربها ضربة عادية جداً ضربة مش شديدة خالص البنت وقعت على الأرض وما بقتش عارفة تتحرك تاني كأنها تشلت بالزبط وأول ما خدوها المستشفى لقوا إن عمودها فقري تفرفت يعني خلاص دهرها تكسر الكروكوديل كمان بيعمل تلف في الأوعية الدموية وتلف في أعضاء الجسم الداخلية وطبعاً مش عايز أقولك إنهايته أكيد طبعاً هتموت فمن الحاجات اللي تخوف من المخدر ده إن كان في حالة طوارئ اللي واحدة عندها 23 سنة ظهر عليها تكروحات شديدة في الجلد بعد تعطيها الكروكوديل لأول مرة بسة وكانت بتشتك من تورم وآلام شديدة جداً وبالفعل لما تم فحصها لقوا تكوين جروح وقرح في الساعدين مكان ما كانت بتاخد الحقنة الجروح دي وصل طولها لحوالي 10 سنة وعمقها لحوالي 3 سنة وطبعاً البلاوة دي كلها بيكون بسبب إن مفيش أي تعقيم لأنها حاجات كلها بتتصنع تحت بير السلم مش كده وبس ده بعد كل ده كمان بيعمل غرغرينة وبتر للأطراف اللي حصل فيها الحقنة والحسن الحظ برضو إن معدل انتشار الكروكوديل أقل بكتير جداً من انتشار مخدر زي الهيروين كده كده اللي اتنين زفت بس تلكروكوديل زفت أكتر الفكرة كمان إن الإدمان على مخدر الكروكوديل بيكون أعلى بكتير جداً من الهيروين زي نفسه لو وصلت معنا في الحلقة للنقطة دي فأنت أكيد عايز تعرف مين هو المركز رقمه واحد ده مين هو أسوأ مخدر في العالم واللي بيعدي في بشعة كل الحاجات اللي فاتت دي حتستغرب لو قلتلك إن هو مخدر الفنتانيل؟ الفنتانيل هو مخدر بينتمي لفاقة الأفيونات الصناعية اللي لسه متكلمين عليها شفت المورفين اللي اتكلمنا عليه قبل كده اللي بيتم استخراجه من نبات الخشخاشة أو الأوبيام حنلاقي إن الفنتانيل أقوى منه مئة مرة طب عارف الهيروين اللي اتكلمنا عليه اللي عمل كوارث على مستوى العالم هو أشهر مخدر اتكلم عنه في الأفلام ومسلسلات؟ أو الفنتانيل بقى أقوى منه بخمسين مرة الفنتانيل هو من أخطر المخدرات اللي بيتهدد حياة البن قدمينها شايف معاي الشكل اللي قدامك ده؟ بيوضح أرقام الوفيات النتيجة عن المخدرات الشائعة في أمريكا طب بص بقى كده على الخط الرصاصي ده؟ أو الخط الرصاصي ده بيمثل عدد الوفيات النتيجة عن الأفيونات الصناعية اللي على رأسها الفنتانيل لأن الفنتانيل ده بيلعب في حتة لوحده غير باقي المخدرات خالصة ولو ركزت أكتر حتلاقي إن الأرقام اللي قدامك دي بدأت في الزيادة بشكل كبير جدا من سنة 2014 فحنلاقي إن الفنتانيل ده معالة المورفينات زي الهيروين والأكسيكودون فالأكيد إن قوالات إدمانه بتكون أعلى منهم بكتير وكل الأعراض اللي اتكلمنا عليها بتكون أقوى بكتير جدا في حالة الفنتانيل الفنتانيل بيكون عبارة عن بودرة بيتم تعطيها عن طريل حقنا والشم وبرده تم تصنيعه في الأصل كمسكة للألام الشديدة خد بقى المفاجأة طبعا مش هتتفاجئ لأول تلك ده في سنة 2020 في أكتر من 365 ألف شخص أساء استخدام الفنتانيل للموصف طبيان وحط لي تحت كلمة موصف طبيان دي 100 خط لأن الرقم ده مش بيشمل أعداد الناس اللي بتتعطى الفنتانيل بشكل غير شرعي ولا حتى الناس اللي بتتعطى مخلوط مع مواد تانية زي الهيروين اللي هم بتعطوها عن طريق المخدرات المخشوشة وفي سنة 2021 فيها حوالي 123 ألف حالة طوارئ اتسجلت في المستشفات الأمريكية بس بسبب الفنتانيل وبعد ما رجع بتقول إن نسبة تعطى الفنتانيل زادت بنسبة حوالي 4000% متخيل حجم الكارثة؟ ومع جروعات الزيادة من الفنتانيل بتعمل برودة وزرقان في الجسمة وبتخلي الشخص يدخل في غيبوبة ممكن تقدبي للموتة لغير إنها كمان بتعمله فشل في عضاء الجسم الداخلية وفشل في عملية التنفسة وده بيكون أشهر سبب للوفاية من مشتقات الأفيون اللي على رأسهم الفنتانيلة فبعد كل أعراض الجنابية البشعة اللي وصفناها هل أنت شايف إن تجربتك المخدرات تستحق كل اللي هيحصل لك ده؟ كل الحاجات اللي حكيناها دي ممكن تحصل لك بمجرد التجربة فلازم تعرف إن مفيش كائن في الدنيا ممكن يكون خطر على الإنسان غير الإنسان نفسه شوفكم الحلقة الجاية لو المحتوى اللي منقدمه عجبك وعيزنا نستمر اشترك في قناة فرماستان على يوتيوب وما تنساش تشغل الجرسة هتلاقي المصادر تحت الفيديو وحتلاقي معامل أكاونت الشخصي بتاعي على إنستجرام لو حابب تتبعني بشكل شخصي تابعنا باستمرار وكن مواطن في قمورية فرماستان السلام عليكم اشترك في القناة اشترك في القناة اشتركوا في القناة